احتفلت في السادس من كانون الثاني 2015 الطائفة الارمانية الارتودوكسية بعيد ميلاد يسوع المسيح بالمناسبة ترأس الكاتوليكوس ارام الاول الذبيح الالهية في كاتدرائية مارك ريغوريوس منور في انتلييس بحضور ممثل دولة الرئيس نبيه بري النائب اغوب بكرادونيا وشخصيات رسمية وسياسية وفعاليات حزبية وممثلي الجمعيات الارمانية وحشد من المؤمنين ذكر الكاتوليكوس ارام الاول التزام الله بان يكون مع الانسان وبفتح درب الايمان والامر والمحبة امامه وقد وصل الى زروته في بيت لحم تماما كما بشر يحنى في انجيله بان الله احب الانسان لدرجة انه ارسل ابنه الوحيد الى العالم ان الله لم يكن مع الانسان فحسب بل لاجله ايضا ومن خلال تعاليمه ومعجزاته ذكر ابن الله المتهد والمختصب حقوقه بان لا يخاف ويؤمن بان الله متجسد وطمأن المريض والمخطئ معه اينما وجده كما وان الرسل والمبشرين بالكتاب المقدس ذكروا دائما اتباع المسيح في صعوباتهم وصراعاتهم بان ان كان الله معنا فمن علينا واضاف قداسته كما في الماضي اي في احلك ايام تاريخنا كذلك اليوم تذكر كنيستنا ابناء شعبها بالشهادة الحية لرسوله يسوع المسيح لذا لا تخاف ايها الشعب الارمني ان الله معنا اننا مدركون للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة في ارمينيا ومدركون للدماء التي تنزف لحماية الوطن في كاراباغ ومدركون للأوضاع المقلقة والمصيرية لابناء شعبنا في سوريا علينا مواجهة هذه الصعوبات بالايمان والرجاء لان الله معنا من ثم تطرق قداسته الى الذكرى المئوية للابادة الارمانية وقال ان سنة 2015 لها معنا اخر للشعب الارمني اذ ان الذكرى المئوية للابادة الارمانية التي اتدبرتها ونفذتها الدولة العثمانية التركية بحق الشعب الارمني لمحوي وجوده يمكن لدولة تركيا الحالية ان تنكر جريمة الابادة التي نفذها اجدادها ولكنها تعجز عن تزييف التاريخ ليس للشعب الارمني اعداء الدولة التركية الحالية هي استمرار للدولة العثمانية التركية ولذا يجب عليها الاعتراف والاقرار بالابادة الجماعية التي نظمها ونفذها اجدادها ان الابادة الجماعية هي جريمة ضد الانسانية حسب القانون الدولي لا تستطيع تركيا بسياستها الانكارية المستمرة تجاهل الابادة المرتكبة ضد الشعب الارمني منذ ماية عام ونحن نتذكر ونذكر ونطالب وسوف نتابع نضالنا بعزم وامان متجددين من اجل تحقيق العدالة وخلال عزته تطرق قداسة الكاتوليكوس ارام الاول ايضا الى اوضاع الراهنة في شرق الاوسط عموما ولبنان خاصة وقال ولدت المسيحية في فلسطين وفي بيت لحم بالتحديد وهذا دليل صاطع على ان جذور المسيحية مترسخة في هذه المنطقة ورغم الصعوبات الجمة والفزيعة التي تواجهها التوائف المسيحية نحن عازمون على البقاء في هذا الشرق وككل التوائف المسيحية الشقيقة في العراق وسوريا ان الطائفة الارمانية تعرضت لمخاطر ذات ابعاد مصيرية ولكن امناءنا اصروا على البقاء متشبثين بالوطن العربي اوفياء لواجبتهم ومدركين لحقوقهم في لبنان نحن نرحب بالحرص الدائم لدى المعنيين للحفاظ على الوحدة الداخلية كما نؤكد ايماننا باهمية دور الجيش اللبناني في الدفاع عن الوطن رغم تضحياته الاليمة والباهزة ونرحب بالسياسة الحكيمة للمسؤولين اللبنانيين بالنائب النفس عن اضطرابات المنطقة ولكن رغم ذلك نعتبر ان انتخاب رئيس للجمهورية هي ضرورة اولوية ملحة ومهما كانت السعوبات المتعلقة بانتخاب الرئيس فليس من المقبول ابدا ان يدخل لبنان في نفق الضياع والفوضى حيث لا يجوز الا ان يكون للبنان رئيس لذا نناشد المسؤولين والفرقاء والجهات المعنية ان يسارعوا بدافع مسؤولياتهم الوطنية الى انتخاب رئيس جديد للوطن وفي الختام عبر قداسة ارام الاول عن تمنياته الطيبة الى كل ابناء الشعب الارمني في كل اسقاع الارض اشتركوا في القناة شكرا لكم